ديدان المعاوية هي كائنات حية تعيش في أجزاء مختلفة من الجسم ولكن في الغالب في جدران الأمعاء وتختلف أعراضها حسب نوع الطفيل حيث تعد واحدة من أكثر أنواع الطفيلية شيوعا التي يمكن أن تصيب البشر إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة الطفيلية المعاوية والمعروفة أيضا بالديدان المعاوية هي كائنات حية تعيش في أجزاء مختلفة من الجسم ولكن في الغالب في جدران الأمعاء وتختلف أعراضها حسب نوع الطفيل حيث تعد واحدة من أكثر أنواع الطفيلية شيوعا التي يمكن أن تصيب البشر في هذا الفيديو نكشف علامة وأعراض الطفيلية المعاوية ديدان الأطفال والأطعمة التي يجب أن تأكلها للتخلص منهذه الديدان وفقا لحندستين تيمز تشمل الأنواع الأكثر شيوعا من الطفيلية المعاوية داء الأميبات وداء السفر وعدوى دودة الشاصية وداء المشعرات وتعتمد هذه الطفيلية على العائل في الغذاء والمغذيات وتعيش في أو على المضيف على حساب المضيف وتنتشر عدوى الطفيلية المعاوية من خلال الماء أو الطعام أو الأسطح الملوثة مثل مقابد المرحاض ويمكن أن تنتشر أيضا من خلال الاتصال الشخصي مثل تغيير الحفاظات أو غيرها من ملامسة الشرج أو البراز وبحسب الموقع الطبي تختلف أعراض الطفيلية المعاوية حسب نوع الطفيل على سبيل المثال عادة ما تسبب عدوى دودة الدبوسية أعراض خفيفة مثل الحكة الشرجية ومع ذلك يمكن أن تسبب عدوى البروت ووزو أعراض شديدة بما في ذلك الإسهال الماء والأم البطن والغافيان ويمكن أن تساعد النظافات المناسبة مثل غسل اليدين بشكل متكرر وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة في تقليل خطر الإصابة بالعدوى ما هي أعراض الطفيلية المعاوية أددان هناك عدد من العلامة والأعراض للطفيلية المعاوية التي يجب أن يكون الناس على دراية بها منها الآتي وجع البطن كثرة الإسهال الانتفاق والغازات طارق نوم بدون راحة نقص غذائي صرير الأسنان مشاكل الجلد مثل الطفح الجلد والأكزيمة وحب الشباب وغيرها عوامات العين القلق والاكتئاب والتهيج الهالة السوداء تحت العينين تعرق ليلي حكة الشرج زيادة الأعراض عند اكتمال القمر وطعم مضادة لديدان تجنب الكرب وهي الديرات البسيطة مثل تلك الموجودة في الأطعمة المكررة والفواكه والعصائر ومنتجات الألبان وجميع السكرية باتستثناء العسل تناول ثوم النيئي وبذور اليقطين ورمان والبنجور والجزر وكلها تستخدم تقليديا لقتل الطفيلية أشرب الكثير من الماء للمساعدة في طرد نظام اكتناول الألياف التي قد تساعد في التخلص منديدان تساعد للأنزيمة الهاضمة في إعادة القناة الميعوية إلى حالتها الطبيعية مما يجعلها غير مضيافة للأكفليات يدعم في تأمين سي جهاز المناعة خفض الجرعة في حالة حدوث الإسهال يدعم الزنك جهاز المناعة ولكنه قد يتفاعل مع بعض الأدوية وخاصة بعض المضادات الحيوية وقد لا يكون مناسبا للأشخاص المصابين بافيروس نقص المناعة البشريات الإيدية